إذا كان معك تليفون آيفون أو آيباد وخسرت ملفات منه بدك تستعيدها أو صار عندك فشل بالنظام أو نسيت كلمة المرور أو نسرق منك التليفون كل هاي الأمور بإمكانك تحلها باستخدام هالبرنامج اللي معنا اليوم إن شاء الله إذا كنت مهتم في الموضوع خليك معاي ويلا ننتقل إلى الشرح سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم أخواني شو أخباركم؟ معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf بهالفيديو معاي برنامج مش أول مرة بشرحه ولكن هاي أظن المرة الثالثة أنا شرحته هاي المرة فقط لأنه بالبداية الشركة طلبت مني هذا الإشي وطبعا هم مشكورين لدعمهم الكبير لفيديوهاتي شركة وندرشير بتشكرهم جدا ثاني إشي لأنه البرنامج فعليا صار عليه تحديث جميل جدا واللي هو إدخال اللغة العربية طبعا أنا حاليا لأمتلك تليفون أشرح عليه بس رح نحكي عن البرنامج أيش بيعمل بشكل عام وإذا كنت حاب تشوف شرحه أنا شرحته سابقا موجود الرابط أسفل الفيديو بالوصف طبعا خلينا ننتقل إلى موقع البرنامج الرسمي وزي ما إحنا شايفين لغة عربية بشكل كامل ولكن في بعض الأشياء المكسرة تحكيك يعني تحس بعض الأشياء كأنه في بنغالي اللي بيحكي عربي أو هندي بيحكي عربي سيم سيم صديق المهم البرنامج جميل جدا فعليا أنا جربته واشتغل مش لأنه إعلان أنا بمدح فيه يعني لا فعليا البرنامج اشتغل زي ما إحنا شايفين بيحكي لك البرنامج رقم واحد في العالم لاستعادة بيانات الآيفون والآيباد أعلى معدل استرداد في هذا المجال بإمكانك استعادة الصور للفيديوهات لأسماء الرسائل سجل المكالمات والكثير غيرهم متوافق مع أحدث أجهزة iOS لأنه متوافق مع 10.3 أو نظام iOS 10.3 والبرنامج زي ما إحنا شايفين متوفر هون على الويندوز على الماك وعلى الآيفون نفسه طبعا بإمكانك تفوت على موقعهم من الرابط الموجود أسفل الفيديو بالوصف وبإمكانك إما تنزله مجانا أو تشتريه مش ترى إذا كنت حاب تشتريه طبعا إذا كنت ما بدك إياه مش مهتم فيه رأيت إنك تدعمني بس وتفوت على الرابط الموجود تحت بس فوت علي ما بديك تنزل ولا إشي بس عشان يعني نفرج العالم إن إحنا مهتمين لهم زي ما هم مهتمين لنا وعلى كل إن نزل الأسفل بيحكي لك فقط بياناتك البيانات المفقودة لا تعني أنها فقدت تماما يمكننا استرجاع الملفات في أغلب السيناريوهات رؤية كل المميزات زي ما أنتوا شايفين تحقيق واستعرض البيانات المحذوفة تماما ففي عندك أكثر من شغلة بديش أقرأهم كلهم أنت بتقرأهم مع كيفك عشان ما نطول بالفيديو زي ما أنت شايف بيحكي لك إذا نسيت كلمة المرور بنشيل لك إياها فشل النظام بنحل لك إياه الملفات المحذوفة بنرجعها برضو بالنسبة لسرقة التليفون إذا كان تليفونك معطل ممكن أنه نحاول أنه نصلح لك إياه فيروسات بنحاول أنه نصلح لك الوضع المهم في عندك هون سيناريوهات أخرى تعليق الهاتف وعدم استجابته بلا 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 كثير شغلات بإمكانك تقرأها في عندك هون متوافق تماما مع آيو اس مثلا آيبود تتش آيباد آيفون جميع الآيفونات زي ما أنتوا شايفين هاي الأجهزة المدعومة كلها في عندك هون أنواع الملفات المدعومة جهات الاتصال الرسائل سجل المكالمات ملاحظات التذكير بريد صوتي كثير شغلات متطلبات النظام طبعا هذا عشان تشغله على الكمبيوتر عندك فشغلات بسيطة مش محتاج إني أذكرها لأنها شغلات بسيطة أي كمبيوتر بشغله على كل ما بحكي لك هون ثلاث أسليب لاسترجاع البيانات آيكلاود تسترجع بياناتك من الآيكلاود أو من الآيتونز أو من الجهاز نفسه المحذوف على الجهاز نفسه وزي ما أنت شايف بيحكي لك على معدل نجاح في استعادة البيانات بالسوق فبرنامج جميل جدا بنصحك فعليا أنك تجربه خلينا نشوف البرنامج زي ما احنا شايفين البرنامج في اللغة العربية طبعا خلينا نبلش من الشمال واللي هي الأداء الرئيسية في البرنامج طبعا أول أداء اللي هي استرجاع البيانات لما نحط الماوس عليها بيحكي لك استرجاع البيانات استرجاع جهات الاتصال للرسائل للصور الملاحظات المحذوفة من ملفات النسخ الاحتياطية على الآيفون الآيباد آيكلاود آيتونز الآيبود المهم بتفوت عليها وطبعا بيحكي لك الرجاء ربط جهاز الآي او اس بالحاسوب طبعا بتشبك التليفون وبتدخل هون إما أنك تسترجع من التليفون نفسه أو من الآي تونز أو من الآي كلاود طبعا في عندك أدوات ثانية مثلا استرجاع النظام بيحكي لك بيحكي لك صلح أجهزة نظام اي او اس دات الشاشة السوداء أو البيضاء وغيرها العالقة عند عرض الشعار أو التي تعاود الاسترجاع دون الفتح زي ما أنتوا شايفين فيه اللغة شوي فيها تكسير لأنه فيه كلمة انجليزية بين عربي المهم بيحكي لك إنه تليفونك إذا ما برضى يفتحها وبيفتح بيضلع شعار التفاحة أو برجع بعمل ريستارت فبإمكاننا أنه نساعدك في الموضوع بتدخل عليه لاسترجاع النظام وزي ما أنتوا شايف بيحكي لك إصلاح النظام قادر على إصلاح جهازك أو إعادته إلى الوضع الطبيعي والتخلص من أي الحالات التالية الجهاز علق بشعار قبل تواصل وضع الإصلاح شاشة سوداء وغير ذلك فبتحكي له إبدأ وطبعا بتوصل التليفون وبتمشي مع الخطوات شغلات بسيطة جدا طبعا اللغة العربية بالبرنامج بإمكانك تختارها أثناء تنصيب البرنامج أو بإمكانك بعد ما تنزله تيجي هون على هاي وتدخل على options أو الخيارات وبإمكانك تدخل على اللغة من هون وتختار اللغة العربية طبعا بس تختارها من هون بحكي لك يلزم إعادة تشغيل البرنامج بتطفيه وتشغله على كل هم في عندك كمان أدوات أخرى مثل مسجل الشاشة بإمكانك أنك تسجل الشاشة وتعرضها على كمبيوترك في عندك هون مثلا أداة مسح كامل للبيانات عشان تمسح كل الملفات اللي كانت موجودة المحذوفة والغير محذوفة على تليفونك بشكل آمن عشان ما حدا يقدر يستعيدها على أساس لو حبيت تبيع التليفون أو إشي وفي عندك هون أداة مسح بيانات خاصة بإمكانك تحدد بعض البيانات الخاصة اللي أنت ما بدك إياها حدا يقدر أن يسترجعها حتى لو كانت محذوف البيانات بإمكانك تحددها كمان فإشي جميل جدا وفي عندك مثلا نسخ احتياطي واستعادة للواتساب تأخذ نسخ احتياطي وتستعيدها لما بدك إياها نسخ احتياطي واستعادة للبيانات بإمكانك تأخذ النسخ الاحتياطي للتليفون كامل وتستعيدها إمتى ما بدك للكيك نفس الموضوع للفايبر نفس الموضوع لللاين نفس الموضوع فبرنامج جميل جدا بساعدك في كثير أمور زي ما حكينا أنا البرنامج شرحته سابقا حاليا ما عندي آيفون عشان أمشي بالخطوات وغير هيك لإني شارحه رابط تحميل البرنامج موجود أسفل الفيديو بالوصف بتمنى منكم الدعم يا أخواني زي ما إحنا بنحاول أنه ندعمكم كثير ونحاول أنه نساعدكم بكثير شغلات بتمنى منكم أنتم كمان الدعم فإذا كنت حاب أنك تدعمني ياريت أنك تفوت على الرابط مش أكثر وتعمل لايك للفيديو وتشترك بالقناة ما كنت مشترك فيها وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات أول بأول لهنصر لازم أودعكم وحكي لكم إن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات القادمة كان معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته